بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هل يمكن للميت أن يعود للحياة مرة أخرى؟ الحقيقة لدينا أمثلة كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن أموات عادل الحياة لذلك من الممكن أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يهيئ دليلاً مادياً ملموساً لبعض الناس ليعودوا لكتاب الله ليعودوا لكلامه عز وجل ليؤمنوا به سبحانه وتعالى يمكن أن يمر إنسان بحالة تسمى موت المؤقت يمكن أن تسميها غيبوبة أو موت مؤقت يعني تتوقف معظم أجهزة الجسد لفترة قد تستمر لسنوات ثم يعود له الحيوية والنشاط ويعود له الوعي هذه الحالة أيها الأحبة تسمى أحياناً بالموت المؤقت هناك بعض الناس حسب الرابطة الدولية لتجارب الاقتراب من الموت وهي رابطة لديها الكثير من التجارب المدونة من قبل أصحابها في الغرب يهتمون طبعاً هذه المنظمة أو الرابطة في أمريكا وهم يهتمون بأي تجربة يعني إنسان فقد الوعي لساعات أو أيام أو أشهر إنسان دخل في موت مؤقت وغالباً ما يموت يعني عندما الإنسان يدخل فيما يسمى بالموت مؤقت غالباً ما ينتهي بالموت لا يستطيعون إنقاذهم ولكن في حالات قليلة يعود للحياة فيروي ما شاهده مغظم هؤلاء أيها الأحبة يقولون هناك نفق يعني يرون نفق في نهايته نور ويدخلون عبر هذا النفق هذه أول مرحلة من مراحل الموت المؤقت وهناك حالات قليلة ولكنها موجودة ومدونة على موقع الرابطة الدولية الأمريكية لتجارب الاقتراب من الموت هذه الحالات تزعم أنها شاهدت ملائكة العذاب وشاهدت جهنم وشاهدت وسائل العذاب المستخدمة في نار جهنم وشاهدت عذاب القبر ثم عادت للحياة مرة أخرى فمثل هذه المشاهدات نحن لا نقول إن ما شاهدته هذه المرأة أو هذا الرجل هو الملائكة شخصياً يعني حقيقةً لا هي الصورة مصغرة عن الملائكة هي شيء يعني يجعل الله بعض الناس يرونه ليعودوا فيقصوا هذا ما رأوهم على الناس فمن الناس من يهتدي من الناس من يقتنع بالفعل أن هناك عذاب قبر يعني أنا أقول دائماً للذين ينكرون عذاب القبر ماذا تستفيد إذا أنكرت عذاب القبر يعني هل ستقوي إيمانك؟ لا هل ستتقرب إلى الله أكثر؟ لا ما هي الفائدة؟ الفائدة فقط أن من ينادي بهذا الكلام حب التمييز يريد أن يتميز عن غيره من الباحثين أو المفكرين فيأتي بأشياء جديدة فقط ليحقق عدد كبير من المشاهدات ويتميز فقط أنه لم أجد أي سبب يدعو إنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يستعيذ بالله من عذاب القبر طيب لماذا نكذب أحاديث النبي وأدعية النبي ونكذب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننكر عذاب القبر ومقابل ماذا لا شيء بينما المنطق العلمي يفرض علي أن أؤمن بعذاب القبر لماذا أيها الأحبة؟ الدراسة التي قامت بها على ما أظن جامعة أوريغون الأمريكية تقول إن الإيمان بالعذاب بعد الموت وبخاصة عذاب جهنم يعني من يوقن أن هناك عذابا بعد الموت من نوع ما في جهنم أو غير ذلك هؤلاء تنخفض لديهم نسبة الجريمة تنخفض لديهم نسبة الجريمة بشكل كبير وبخاصة بين الشباب وتنخفض لديهم نسبة المخدرات وغير ذلك تعاطي المخدرات طيب عندما درسوا هذه الظاهرة ماذا وجدوا؟ وجدوا أن دماغ الإنسان أيها الأحبة دققوا معي عندما تخبره بأن هناك عقوبة عاجلة قريبة منك فإنه يرجع عن الجريمة يتراجع عندما تقول له العقوبة بعيدة جدا بعد سنوات طويلة بعد كذا أو تقول له يوم القيامة فإنه يعني لا لا يتعظ تجده يغوص في عالم الجريمة إذن أنت بما أنك لا تدري متى تموت قد تموت اليوم قد تموت غدا إذن بعد الموت مباشرة هناك عذاب ليس من الضروري أن يكون داخل قبر يعني قد يموت إنسان في بطن حوت أو يموت إنسان في يغرق أو كذا بمجرد أن يموت الإنسان إذا لم يكن مؤمنا وصالحا يبدأ العذاب فهذا الأمر يجعلك يعني تتراجع عن الخطأ بسرعة لماذا؟ لأنك لا تدري متى تموت في أي لحظة ومباشرة هناك عذاب فتتراجع هذا أولا ثانيا إن التفكير بالموت كما يقول العلماء مريح نفسيا يعني أنا عندما أفكر بأنني سأموت مثلا خلال فترة بسيطة وستنتهي هذه الدنيا وأنني سأذهب إلى عالم أفضل بكثير أرتاح نفسيا والهموم تكون أقل الشيء الثالث أيها الأحبة أن الدراسة العلمية أثبتت أن الإنسان عندما يقوم بعمل وهو يفكر أن هذا العمل سيكون آخر عمل في حياته وسيموت بعده فإنه يتقن هذا العمل بصورة كبيرة جدا لذلك نبي قال صلي صلاة مودع كأن هذه آخر صلاة لتتقن هذه الصلاة إذن أيها الأحبة لا داعي لإنكار عذاب القبر لن يحقق أي فائدة ثم جدلا لنفترض حسب مبدأ الإحتمالات أنا عندما أؤمن بعذاب القبر وأستعيذ بالله من شر عذاب القبر إذا صادفني عذاب القبر أكون قد أخذت احتياطاتي واستعذت بالله ولم أتفاجأ إذا لم يكن هناك عذاب قبر كما يقولون لا مشكلة بالنسبة لي لم أخسر شيئا أخذت أجر الدعاء طيب الحالة الثانية إنسان لا يؤمن بعذاب القبر إذا لم يكن هناك عذاب قبر لا مشكلة ولكن إذا كان هناك عذاب وتفاجأ به ألا تريد أن يأخذ استعدادا أو يأخذ احتياطات أو مثلا إنسان يذهب في سفر الإنسان عندما يذهب في سفر ألا يحسب حساب الماء إذا كان يسير في صحراء مثلا الطعام مصاعب الطريق أنت الآن في سفر إلى الله وجزء مهم من حياتك ستكون في عالم ما وراء البرزخ طيب ينبغي أن تتزود لهذا العالم على الأقل بالدعاء على الأقل أن تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر على الأقل تستعيذ بالله من ذلك أيها الأحبة قبل أن نختم أحبة في الله فقط أنا أود أن أقول هناك نماذج كثيرة عادت للحياة بعد الموت مثال في سورة البقرة قصة ذلك عندما سيدنا موسى أمرهم أن يذبحوا بقرة فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون هذا نموذج إنسان مات ثم عاد طبعا بمعجزة ولكن النموذج موجود نموذج ثاني لا نريد أن نخوض في هذه القصة سنقرأ الآيات فقط فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفا حذر الموت قصة طويلة إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت هناك أيضا في قصة الرجل الذي في سورة البقرة عندما قال العزير أن يحيي الله أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه إذن هذه أيضا حالة لإحياء الناس سيدنا عيسى عليه السلام قال وأبرئ الأكمه والأبرصة وأحيي الموت بإذن الله إذن أيها الأحبة العودة من الموت إلى الحياة نماذج كثيرة موجودة في القرآن فليست غريبة يعني يعني ممكن إنسان أن يموت ثم يعود بإذن الله طبعا وبقدرة الله وهذه النماذج التي ماتت ثم عادت فروت للناس ما شاهدته قد يهدي الله بهذه ما رأته هذه المرأة مثلا التي تحدثنا عنها سابقا قد يهدي الله إنسان قد يهديها هي أو غيرها من أهلها أو كذا إذن هناك آيات دائما أيها الأحبة موجودة في كل عصر آيات الله لا تنتهي سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم الملحد سيشاهد آيات كثيرة جدا في نفسه في الكون في العالم من حوله حتى يتبين لهم أنه الحق كل إنسان على وجه الأرض لا بد أن تأتيه آيات ومعجزات وحقائق يراها حتى يتبين له أن هذا الدين هو الحق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يهدي بهذه الآيات من يشاء من عباده والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر